شادي أنا عارفة أنه سؤال صعب آه أنت متحنتيني فأصعب سؤال في المعنى هذي فيه تست دلوقتي اكتبار إحنا كستات عايزين نفهم أنتوا بتفكروا إزاي نحبوكوا إزاي إحنا ولعنا صوابانا العشرة شما ومش نافع نحب قوي بمشاعرنا تقول أنت مرمية علي وخنق أو خنقاني نبتدي انتكتك كده ونفكر بالعقل أنت مشغلة دماغك علي ليه ليه مشغلة دماغك علي أو أنت مدية أو أنت ليه بتتكلم في الحاجات دي طب تعالى قابل بابا وماما لا مش دلوقتي ناخد ع بعض شوية طب إيه محبوكوا إزاي عادة لازم يكون عندك بنزين وفرامل بنزين وفرامل البنزين بيطلعنا قدام والفرامل ممكن يسلو داون وبالعربي يخلينا قطأ ساعات في قراراتنا لأن الواحد لو مش ببنزين بس هيلبس الحياة كده الحب كده تكوين أسرة يجب أن يكون حشقين ماشيين مع بعض كوز فيه إزاي بنكون الحياة وصورة خيولية الست اللي هتتجاوز لما تقعد ثلاث سنين وخمس سنين مستقبلها يقابل مع الرجل وحتة تانية لازم يكون فيه الكمنيكيشن أو فكرة أن أنا بحبه يعني أنا حب أعيش معي الحب الوحده مش كفاءة للأسف الحب الوحده مش كفاءة ممكن أحب حد حب أفلاطوني طول عمري بس أنا عارف أن أنا عمري ما يكون ماتشنج معايا لأن فيه فكرة الماتشنج اللي نقول اللي هو التشابه هو الاختلاف مش التشابه هو التشابه هنا واختلاف اختلاف يعني الفيشة والكوبس معرفش أنت عارفها أه يعني بقى فيه بيننا حب ومشاعر وفي نفس الوقت بنبقى بنكمل بعض بنبقى شابه بعض حتى لما بنختلف بنعرف نحب بعض وإحنا مختلفين لا هو لازم يكون فيه اختلاف لو إحنا الاتنين شواء بعض هنقبط في بعض صح زي يقولك ست هادي قوي وراجل عصبي جدا يمشو لا لو الاتنين عصبيين خلاص إذا هنا لازم يكون فيه اتفاق باختلاف